أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق أولى القوافل الطبية التي تأتي ضمن خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني في إطار مبادرة وصل الخير 2 وتضم القافلة الطبية الموسعة والتي تم إطلاقها في محافظة الدقاهلية العديدة من التخصصات حيث قام فريق طبي متخصص بتوقيع الكشف على أكثر من 3000 حالة من مختلف الأعمار وصرف العلاج بالمجان فضلا عن تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات المتخصصة لإجراء العمليات بالمجان ترجمة نانسي قنقر